المملكة العربية السعودية مليئة بالمنتجعات السياحية الفخمة والمجهزة بكل متطلبات الرفاهية والراحة ولكنها لم تكن مقصدا للسياح في السابق وأغلب من يقصدها بغرض العمل أو الحج أو العمرة أصلا السعودية لم يكن لديها تأشيرات سياحية لديها فقط فيز الزيارة والعمرة والحج والعمل لكن هذا تغير فقد أعلنت عن فتح أبوابها للسياح عبر تأشيرات من القنصليات والسفارات وأخرى ألكترونية عبر الإنترنت وبدأ بالفعل العمل بتأشيرة الإلكترونية السياحية وتبلغ تكلفتها أربعمائة وأربعين ريالا فقط أما يعادل مئة وسبعة عشر دولار طيب ماذا تفعل أنت بهذه الفيذزة إذا ما حصلت عليها؟ تمكنك من دخول أراضي المملكة لعدة مرات خلال سنة واحدة من تاريخ صدورها طبعا ويمكنك الإقامة على أراضي المملكة لمدة أقصاها تسعون يوما خلال سنة واحدة لا أكثر لكن الدول التي يحق لمواطنيها التقدم لفيزا إلكترونية هي هذه التي باللون الأزرق تسعون وأربعون دولة كندا والولايات المتحدة دول أوروبية كثيرة أيضا ودول من شرق آسيا أما بالنسبة للدول العربية فلا تضم أي دولة عربية ولا أي دولة من أمريكا اللاتينية أيضا ماذا عن المحضورات على السياح؟ السياح غير المسلمين لا يدخلون مكة والمدينة المنورة ويمنع دخول السائح أقل من ثمانية عشرة عاما ثمانية عشر عاما إذا كان بمفرده كما يمنع استخدام التأشيرات السياحية في أداء الحج أو العمرة في أوقات الحج فقط لكن إذا أردت أن تعمل عمرة في باقي الأوقات فهذا مسموح بالتأشيرة السياحية ماذا عن التغريدات؟ راسم سهيل العمر يقول والأخوة العرب لا يمكن دخولها وأداء مناسك الحج حتى يتم الدفع أما بالنسبة لخواطر فكر تقول هذه الدول تتحدث عن الدول العربية هذه الدول عانت السعودية منها كثيرا من فسادها وجهلها وحروبها فلو فتح المجال لهم ومنحوا تأشيرات زيارة أو سياح العاث في أرضنا فسادا وربما تكون هذه رسالة لهم أفيقوا وجاهدوا في بناء أنفسكم فالعالم لن يظل يتحمل جهلكم وحماقاتكم طويلا أما بالنسبة لهليل يقول لهليل بن هلال لا بد من تلبية كافة حاجيات السائح الأجنبي من خمور وملاهي فلن يأتيك شارب الخمر راعي الملاهي الليلية حتى يأخذ عمره أي تأشير السياحة ومن جروط السياحة العالمية تلبيط ما يريد السائح في فنادخ خمس نجون وأي كلام غير هذا ضحك على الذقون تغريدة أخيرة توقف عندها من جاسر تقول منح التأشيرات عبر جميع دول العالم يتم وفق معايير اقتصادية محضة وأنه لابد أن يكون اقتصاد دولتك ضمن مستوى النطاق الاقتصادي البدء بإصدار التأشيرات طبعا تزامن مع دخول قرار الذوق العام في السعودية حيز التنفيذ وأصدرته وزارة الداخلية وقال بيان حكومي أن هذه الضوابة تهدف للتأكد من أن السائحين على دراية بالسلوك العام وأن يلتزم به أيضا اللائحات تتضمن تسع عشرة مخالفة من بينها ارتداء الملابس غير اللائقة في الأماكن العامة أو التي تحمل عبارات أو صورا تخدش الحياء ولم تتم الإشارة ما إذا كان يتعين على النساء ارتداء العباءة أم لا كما تشمل اللائحة تغريم من يلقي النفايات في الأماكن غير المخصصة لها أو يبسق في الشارع يغرم بحسب لائحة الدوق العام أيضا من يلتقط صور أو مقاطع فيديو لشخص من دون إذنه أو يصور الحوادث الجنائية أو المرورية أيضا من دون الحصول على إذن أطرافها يمنع القانون تشغيل الموسيقى في أوقات الأذان أو إقامة الصلاة أو رفعها داخل الأحياء السكنية تتراوح قيمة الغرامات المالية في اللائحة بين 50 ريالا إلى 6000 ريال أي ما يعادل من 13 إلى 1600 دولار الشرطة السعودية هي المخولة برصد كل هذه المخالفات وتطبيق الغرامات على مرتكبيها لنأتي إلى التغريدات يقول لك سلطان الأحمر أبد والله شالوا الهيئة حطوا قانون التدخل بالخصوصيات لا إحدى الذوق العام الوصاية في مجتمعنا هي هي وأهلا برؤية السعودية 2030 أما سارة تقول من قال باي باي للعبائة؟ من قال باي باي عبائة؟ أنت قرية الخبر ولا بست صدقين أي شيء تسمعينه وتروحين تقولين؟ لا يا ماما الخبر كان للأجانب يعني أنت كسعودية في لائحة الذوق العام عندك وفي قانون إذا طلعت من دون عباية محاسبتك تتحدث إلى السعوديات منصور الخميس يقول تطبيق قانون الذوق العام مع الإعلان عن البدء باستقبال السياح من مختلف دول العالم مؤشر على جدية الدولة في خلق بيئة جادة لسياحة نظيفة وزيادة عشر في المئة للناتج المحلي عشر سنوات قادمة ستكون مذهلة وملئة بالقفزات في شتى المجالات ترجمة نانسي قنقر